السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صلي وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام النهاردة هنعمل معاكم السمك المشوي هنقول النهاردة لقل الجاهز ولقل المطاعم وهنعمل السمك المشوي في البيت السمك اللي معايا ده انا كانت حماتي هتعمله مقلي فتبقلته بتوم بأول حاجات بتاعتها توم مكمون وكسبرة هي عادة بتحط توم قليل فبعد كده غيرنا رأينا وقالنا هنعمله ماشوي اول حاجة معايا طماطم هقطعها زي السلطة بالزبط تمام وهنحتاج شبط وكسبرة حاجات يعني زي الخضرة كده الخضرة هنحطها على السلطة بعد ما هخلص كمية الطماطم هقول لكم على كل حاجات اللي انا هستخدمها اول حاجة استخدمت طماطم بعد كده هستخدم الخضرة بتاعتنا بعد كده هحط جزر مبشور بعد كده هنشوف التوابل اللي احنا هنستخدمها وما تنسوش البصل المفروم السمك المشوي اساسه البصل المفروم يا جماعة دي الخلطة اللي هتبقى في بطن السمكة دي الخلطة اللي هتبقى في بطن السمكة السمك المشوي تدبلته غير المقلي نهائي المقلي بيتدبل بكسبرة وكمون مفروم وكمون وكسبرة احبت كسبرة وملح بس مفيش اي حاجة تانية لكن المشوي هنحتاج طماطم وخضرة اللي هي كسبرة وشبت اللي هي الحاجات الخضرة بتاعت السلطة تمام؟ وجزر مبشور واثنين لمونة هيتعسروا على الخلطة والتوابل بتاعتنا كمون وكسبرة وحبت فلفل اسود بسيطة وحبت ملح قد الخضرة اللي انا بقول لكم عليها هبدأ ان انا بعد ما انتهيت من السلطة هبدأ ان انا اقطعها يا جماعة الوصفة دي انا عملتها من بدري بس بعمل لكم منتاج النهاردة ما اقول لكمش على الطعام والطعم والنضافة في منتهى الجمال ومنتهى الحلاوة والله هتجربوها وباذن الله هتعجبكو جدا 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 بعد ما هنتهي من تقطيع الخضرة هجيب الجزر وقبشرها لو عندك مبشرة افرميها ما عندكش مبشرة حاول ان انت تقطعيها رفيع خالص بالسكينة وبعد كده ارنين فلفل انا حطتهم ممكن تستخدمي فلفل رومي لو انت مش عايز الفلفل الحرق ده ممكن تستخدمي فلفل رومي عادي خالص باذن الله طريقة تعجبكو شايفين اصلا شكل التكبيل لو هي لسه ما كملتش شكلها جميل وشاهي جدا جبنا المبشرة وجبنا الجزرة هنبدأ ان احنا نبشر المنطقة دي يا جماعة هي اللي بتبشر البشر اللي انا محتاجاها لكن فوق بتفرم مش بتخرج يعني بتطلع الحاجات اللي هي من فوق دي مفرومة زي ما يكون فرماها في الكبة لكن احنا عاوزينها باشر كده ادي الخلطة بتاعتنا بعد ما خلصناها هنضيف عليها البصل ادي البصل انا فرماها في الكبة ممكن برضو ما عنديكش مفرمة الطعيه على ايدك عادي خالص برضو هتبقى طريقة سهلة جدا وبسيطة وهتعجبك والله المطبخ اسهل ممن تتصوروا يعني ما فيش حاجة في بديل زمان كنا بنستخدم الحاجات اليدوية والبدائية عادي اجدادنا وامهاتنا كانوا بيستخدموا الحاجات دي وكانت بيطلع طريقة عصل واكلهم كان زي الفل ما تنسوش لمونتين برضو عليهم يتعصروا وبعد كده هناخد منهم العصير عصير اللمون وكده وهبدأ ان انا نقلبهم كلهم على معا طريقة سهلة جدا وبسيطة وان شاء الله تجربوها وتعجبكم هنشوف بقى التواب اللي احنا نستخدمها معلقة كبيرة كزبرة الكزبرة بتخلي ريحته طحفة جدا ايه وبعد كده هنحط معلقة كمون معلقة كبيرة برضو كمون المعلقة الصغيرة دي ما بتعملش حاجة في احنا حطينا ايه ما يعادل معلقة كبيرة ودي حابة فلفل اسود صغيرة هبدأ ان انا افتح السمكة زي ما قلت لكم حاماتي كيت عاملان هي تعملوا مقلي راح نغيرنا المصار خلص يعني قالت اللي ان احنا عايزين يعملوا ماشوي قلت لها مش نعمل ماشوي مقلي عادي مش هنختلف فحبيت ان انا حط المكونات في قلب السمكة بس حاولوا يا جماعة ما تكتروش عشان وانتو بتشوه ما يحاولش ان هو يقع منكم هو اصلا الراجل اللي نظافه وجايبه يعني جايب هن صياد هو فتحه كده من فوق كده تلوير اه هو انا عادة لما بعمل المشوي بفتحه من فوق من عند السلسلة بس بس عادي يعني هيقدل غرضه زي الفل يعني فيش اي مشكلة ادي بكده خلصنا السمك بتاعنا كله هجيب حاجة اسمها ردة الردة دي احنا بنجيبها احنا لما احنا في السعيد وكده لما بنتحن بناخد بناخد منها اللي هي النخالة اللي هي اسمها اللي عامي على الناس كلها عارفة المتداول اسمها ردة هنحط حبة في صنية وهبدأ ان انا احطها يمين وشمال وبعد كده هدخلها هدخلهم هكون مولى انا حالية مولى على الفرن وبعد كده هسيبهم على صنية الفرن نفسها واول ما يتشد اول ما يتشد معايا من تحت من الجنب اللي من تحت اللي تحت الساجة هقلبه عن ناحية التانية بس ما تحاوليش تقلبي في كتير علشان ما يتقطعش منك السمك المشوي ملوش سوى يا جماعة في لحظة تاكلي احلى سمك مشوي وطريقته سهلة وبسيطة ما تنسوش تجربوها ولو اول مرة تشوفوا القناة بتاع تشتركي في القناة علشان يوصل الكل جديد هنكمل بقى نرجع لما ارجعنا هنكمل باقي ان انا احط على كل السمك ردة وهشوف بعد كده هعمل ايه بالضبط هو كده بس يا جماعة هحط في الصانية من تحت ردة ولا هدخله في صانية ولا اي حاجة زي ما احنا شايفين كده على البتجاز على الصانية بتاحت البتجاز وابدأ ان انا ادخله في الفرن ودي التدبيلة اللي بقية من التدبيلة اللي فاتت انا هرستها وحطيت نفس التوابل علشان ارشها من فوق دي حطيت هما هما التوابل زي ما هما وممكن تحطي فصل تم مفروم بس انا عشان السمك بتاعي فيه تم مفروم ما حطيتش تمام والتوابل كمونفل في الاسود كوزبرة والخلطة بتاعتي هي هي السمك المشو بعد ما طلع رحته فضيعه زي ما احنا شايفين هبدأ ان انا انزل بالخلطة عليه الخلطة دي يا جماعة هي السر السمك المشو بتاع المطعم طعمها حكاية ورحتها طحفة جدا ما تنسوش تجربوها وتشتركوا في القناة عشان يوصلكوا كل جديد وشكرا جدا 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 للمشاهدة ويرب اكون قدرت ان انا اوصلكوا معلومة سهلة وبسيطة وكل مرة هعملكوا اكلة من اكلات برا اللي احنا بنشتريها باسعار مكلفة ونقول من النهاردة لالي الجاهز اعملي سمك الكلمشو في البيت بطريقة سهلة ومضمونة ونضيفة والسمك انت غس تلاقي قدام عينيكي وغس تلاقي اكتر من مرة وطريقته جميلة وشايفين الصور قدامكم زي الفل والريحة ولا احلى من اي مطعم اعملي جنب منه طبق روز بني روز الصيادية طبق سلطة طبق طحينة وبالفة هنوشفة مع السلامة بطريقة ترجمة نانسي قنقر